قال عليه الصلاة والسلام خصلتان لا يحافظ عليهم عبد المسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح في دور كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة فذلك خمسون ومئة باللسان ليش لأنه قال عشرا 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 بعد كل صلاة طبعا ثلاثة وثلاثين أفضل لكن لو قال فقط عشرة واحد مستعجل لا تخلي أذكار الصلاة عبد الله ولو كنت مستعجلا لو عشرة 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 ليش بعد كل صلاة عشرة كم صاروا ثلاثين سبحان الله عشرا الحمد لله عشرا الله أكبر عشرا ثلاثين كم صلاة في اليوم الفرائض خمسة ثلاثين في خمسة مئة وخمسين قال عليه الصلاة والسلام يسبح في دور كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة فذلك خمسون ومئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان قال في الحديث ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعة ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مئة باللسان وألف في الميزان يعني هي قبل النوم يقول مرة أربع وثلاثين تكبيرة وثلاثة وثلاثين تحميدة وثلاثة وثلاثين تسبيحة المجموع مية قال فذلك مئة باللسان وألف في الميزان رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وبنماجة ترجمة نانسي قبل